ووجه الرئيس السيسي بإنشاء صندوق أعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة كما وجه الرئيس السيسي بالبدء في صرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها الفجونية وفي ضوء اهتمامنا الكبير بالعمل وأحوال العمال وتعويلنا على عمال مصر للإسهام القيم في النهضة الشاملة التي نعمل من أجلها فقد قررت كذلك ما يلي إنشاء صندوق أعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه البدء بتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء أو فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة أعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحمال الاجتماعية قدرها ألف جنيه إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للإعمال غير المنتظمة التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً لـ 5% لتشغيل الأشخاص دول إعاقة واستمرار العمل على تنمية مهارتهم ودمجيهم في سوء العمل قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثل العمال وممثل أصحاب العمل والتوافق على صيغاته النهائية وبما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وأيضاً ضمان بيئة عمل مؤتية للاستثمار تعزيز للامتسال لمعين العمل الدولية ودمان توافق التشعاعات الأممالية وطريق التنفيذيها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل اشتركوا في القناة